احباء المشاهدين مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج بلا قيود بحلقة اليوم رح احكي كيف فينا نسمع حتى نقدر نحل مشاكلنا كلنا منتذكر قدام نكون طايرين من الفرحة لما الولد بيحكي اول كلمة بس يحط هيك اول حرفين مع بعض ماما دادا بدنا نسمع ونسمع الجيران والعمات والخلات وكل الاصدقاء في اهل قد ما بيكونوا مبسوطين بطريقة حكي الولد بيعلموه حتى المثبات بيقولولك سمع شو مهضوب شوف شو كيوت ولما بيكبر شوي بيصير يسب من دون ما حدا يطلب منه بيصير يضربوه وبيقولوله مش عايب عليك عم تسب الولد ما بيعرف انه لازم يسب ان ديماند تحت الطلب وقت يلا نحنا بدنا بنقوله حبيبي خبرني شو علموك بالمدرسة حبيبي غني لها الغنية شو بيقول بيك لما بيكون زعلان كيف بتحكي ستك بعدين الولد بيصير يحكي كل شي يلي معه ويلي عليه واول مرة بيخبر الجيران شو صار بالبيت بيخبره عن المشكلة يلي صارت بالبيت بنضربو بنبهدلو بطريقة بيحس انه ارتكب شيء ابشع جريمة بالكون وانه صار سبب عار لأهله وانه عملو شي غلطة ما بتنغفر وهيدا بيكون اول درس للولد علمناه كيف يخاف من الكلمة لكن مش كيف يعرف يستعمل الكلمة يلي تعلموا الولد انه ما في يقول الحقيقة وما في يوسق بحدا بيجي الولد اللي عند امه عنده اسئلة حابب يحكي مع حدا اللي امت عباني كل نهار من المطبخ من التنظيف فكرة بمحل تاني بتقله بعدين حبيبي ما عندي وقت يلي بيفهم الطفل انا بحبك بس ما بهمني اسمعك انا بحبك بس كلامك ما قاله قيمي اذا البي عم يسمع اخبار او مركز على شيء موضوع مرات يمكن يكون عم يلعب طاولة واجه الولد يحكي البي بيصرخ فيه سكوت احلى ما كسرك بش وقتك هلأ الولد بيتعلم لازم يسمع بس كلمة الاشخاص يلي اقوى منه وحتى يفرض كلمته على الناس لازم يستعمل الاول هاي دي دروسة اللي بيتعلم الولد من احنا وصغر نتعلم نحكي لكن ما منتعلم نفكر بحرية ومنتعلم نخبر الناس كل شيء الا حقيقة احاسيسنا ومشاعرنا لانه تعلمنا ما فينا نوسق بحدا وما حدا بهمه انه يسمعنا وبيصير عنا جوع واحتياج انه كل الوقت نحكي عن حالنا بس عن حالنا وكأنه بدنا نثبت للناس انه نحنا موجودين كلنا بدنا نحكي ما حدا بده يسمع كلنا عنا اشياء اهم اشياء اكتر اشياء ضرورية اشياء افضل من كل الناس كلنا عنا حكي بس ما حدا منا عنده دينين انا وعم حضر لهذه الحلقة وكنت محمسة للموضوع قد ما عم شوف انه فعلا كل مشاكلنا كل علاقاتنا المدمرة اهم سبب فيه انه منعرف نحكي لكن ما منعرف نسمع كنت باجتماع عمل وكان احد الزملاء عم يحكي بموضوع بيعنينا كلنا ولكن فجأة انا بلشت تفكر بالتحضير للحلقة قدي عندي ضغوط قدي ووقتي ضيق صرت حس انه كلام الزميل عم بيضيع لي وقتي وكنت فعلا رح اترك الاجتماع ولكن كملت على مضد ولما رجعت لتحضير الموضوع وعيد انه يلي عملته كان تماما عكس الشي يلي فكرت حالي انه انا بقدر علمه للناس شعرت بنوع من الخيبة من نفسي يلي انا مزعوجي منه انه ما حدا بيعرف يسمع انا عملته من دون مأشعر لانه تبرمجنا على الانا شو انا عندي شو انا بهمني انا عندي همومي عندي مشاكلي عندي وقتي عندي تعبي عندي افكاري عندي شغلية اللي بخصني والشخص التاني موجود حتى انا ارتاح يلي انتبهت له بعدين انه مش بس انا كنت مزعوجي بالاجتماع ولكن كل الوقت كنت عم بتطلع على الساعة وكل الوقت عيوني على الباب كيف ييهرب من دون ما حدا يشوفني وعرفت وقلت لنفسي انه يلي عملته كان عدم احترام حتى لو ما قلت ولا كلمة تزعج حدا يمكن ما حدا انتبه كيف كنت عم فكر او كيف كنت عم شو كنت عم بتصرف ولكن يلي عملته انا كان في قلة احترام فكرت حالي انه تعلمت اسمع ولكن يلي عرفته انه بعد بدي كتير وقت حتى اتخرج من هيدا الصف بسفر اشعية والاصحاح خمسين والعدد أربع نقرأ اعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف ان اغيث المعية بكلمة يوقذ كل صباح يوقذ لي اذنا لأسمع كالمتعلمين اعطاني الرب لسان لأغيث واذن لأتعلم الكلمات فيها قوي الها سلطان على حياتنا لكن الكلمات الها هدف بسفر اشعية كمان والاصحاح خمس وخمسين والآية حدعش الله بعلمنا هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع الي فارغة بل تعمل ما صررت به وتنجح فيما ارسلتها له الله اعطانا نحن كمان قوة الكلمة اعطانا الادرة نتواصل مع بعضنا حتى نكون سبب فرح سبب سعادي وحتى الكلمة تجيب راحة حتى تعزي كلماتنا لازم تعزي الاخرين كلماتنا لازم تقوي كلماتنا لازم تشجع لازم ترفع المعنويات كلماتنا لازم تعطي امل قول له واحد غضبان حاجك حامل السلم بالعرض او قل له انا بفهم سبب غضبك وراح تشوف الفرق حتى كلماتنا يكون فيها حكمة وحياة حتى تساعد وتعين وتريح الناس يلي بحياتنا حتى كلمتنا تأثر بالناس وتبنيهم لازم الأذن دينتنا بالأول تتعلم لازم يكون عنا رغبة المعرفة انا حابب اعرف الحقيقة خليني اسمع منك كل التفاصيل كل مشكلة كل مشكلة سواء بين الزوجة او الزوجة او الاهل والولاد او الاصدقاء قبل ما تنفجر للحد يلي ما بتعود الأمور تتصلح بيكون سبقها فشل انه نسمع بعضنا باحترام سفر الأمثال بيعلمنا قلب الفهيم يقتني معرفة واذن الحكماء تطلب علما لما منسمع لما الأذن تطلب المعرفة والعلم باحترام من دون توقعات من دون تخمينات مسبقة ساعة قلوبنا بتميز الحقيقة ومنقدر ناخد قرارات صحيحة لكن الكتاب المقدس بيقول الجاهل الجاهل دايما تمه بيسبق عقله وبيحكي قبل ما يعرف اي شي من يجيب عن أمر قبل ان يسمعه فله حماقة وعار يعني لما منجاوب من دون ما نسمع ما عرفنا اي حقيقة جاوبنا بيجهل وسببنا لنفسنا العار ولما منسمع لما منعطي نفسنا فرصة انه نسمع منصير نقدر نشوفه يالي ما بيسمع ما بيقدر يشوف اذا ما كنا قادرين نشوف ما رح نقدر نميز بين الخير وبين الشر اذا مش قادرين نشوف ما رح نقدر نميز بين الصح وبين الغلط بين ياللي بيعطينا فرح او بيدمر حياتنا اكتر وقت كل واحد منا محتاج انه يلاقي حدا يسمع هو لما منكون غضبانين او لما بيكون عنا شعور بالخيبة والاحباط كلنا منفكر انه بهيدا الوقت الناس اللي بحياتنا هني اكتر اشخاص رح يفهمونا ويساعدونا لما منكون تعبانين وبدنا حدا يسمعنا الناس اللي بحياتنا هني اكتر اشخاص فيهم يسمعونا واكتر اشخاص فيهم يفهمونا لكن اللي بيصير هو العكس تماما هيدا الوقت اللي فكرنا اذا فتحنا قلوبنا وحكينا كل شي حتى نرتاح المشاكل بتتفجر ممكن يصير طلاق ممكن الولاد يقطعوا علاقتهم مع الاهل ممكن صدائة عمر تتدمر وممكن عائلة تتفكك او اقل شي ممكن يصير انه الشخص اللي فتح قلبه جاي يحكي بيسكر قلبه وبيقرر انه ولا بحياته بعد رح يفتح قلبه لحد او يخبر شي حدا او رح يخلي اي حدا يعرف شبه اخر شي اي واحد مننا بيحب يسمعو لما منكون غضبانين او شعرين بالاحباط عشون كبر هالقد رمي من وراء ظهرك الانسان التعبان الانسان الغضبان محتاج انه ينفس عن صدره محتاج انه يحكي كل شي فيه بقلبه مش محتاج يسمع تقنيب ونصايح وتصحيح لحياته كلها محتاج بس اول شي انه حدا يسمعو فيه احتياج عن كل واحد مننا لشي اسمه التأكيد العاطفي او المصادقة على عواطفنا ومشاعرنا تأكيد العاطفي كلنا منفتش عليه ونحتاجه بشكل خاص لما منكون مزعجين او محبطين او شعرين بالخيبة او شعرين بالازى بهيدا الوقت كلنا منحب نحكي لحدا عن تعبنا عن احساسنا منفتش على حدا يفهمنا حدا يفهمنا يعني يقول انه مشاعرنا لها مصدائية مشاعرنا شرعية معنى حق بالطريقة يلي شعرين فيها او على الاقل انا فاهم عليك انت شو شاعر منقول دايما منقول بدي بس شخص بدي بس شخص واحد يفهمني اعطوني شخص واحد يفهمني يعني شخص يقدر شخص يحس بشي يلي انا حاسس فيه مش بالضرورة يلي حاسس فيه انا يكون صحيح بالنسبة للشخص الاخر مش ضروري انه الشخص الاخر يوافق انه احساسي لازم تكون بهيدا الطريقة بهيدا المحل لكن مش هيدا القضية نحنا محتاجين حدا يصدق انه فعلا نحنا خايفين ما فيك تقلي عاشو خايف لازم تشعر انه انا خايف لما بقول انا تعبان مش لازم تشوف انه انا ما قلي حق اني يكون تعبان لازم تشعر فعلا انه انا تعبان انا محبط انا كئيم لكن يالي بيصير بمعظم الاحيان لما بنحاول انه ننفس عن يالي بقلوبنا يالي قبالنا رح يقلنا كل الحق عليك او قبل ما تحكي اي شي رح يبلش يعطيك نصايح ما عملتش هيك لازم تعمل هيك كانت حياتك هيك لازم حياتك تصير هيك قلت هالكلمة لازم تقول هادي الكلمة او رح يبلش يقلك اوكي خليني قللك انت غلط هون وهون 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 يالي بيصير لما نحنا شاعرين بخيبة لما بنسمع النصايح والارشادات وان اغلاطنا وشو لازم نعمل وشو مش لازم نعمل قلبنا دغري بيتسكر والنفس دغري بتنطوي ما بيعود عنا نفس انه حتى نحكي عن مشاعرنا وبيخلق عنا شعور اكبر بالغضب وشعور بالعار وشعور بالندم منندم انه نحنا فتحنا قلوبنا ومننطوي اكتر منتسكر ومناخد قرار ولهيك بنشوف معظم الناس معزولين معظم الناس عايشين بوحدي معظم الناس كائبين لوحدهم وما بدون يحكم مع حدا لانه اخدوا قرار انه ولا مرة يعودوا يفتحوا اي موضوع مع حدا او يفتحوا قلبهم لحدا لانه ما حدا بيقدر حقيقة قلوبنا ما حدا بيفهم حقيقة احاسيسنا ما حدا بيحس بجرحنا وبيصير الجرح اكبر ومننعزل عن الناس وبدل ما يساعدونا لغولنا احاسيسنا بدل ما انا ساعدك لغاية احساسك خليتك تحس انه قصتك سخيفة ما قلها ايمي وخليتك تحس يمكن انه انت غبي وانا عبقري يالي محتاجه الانسان التعبان هو تأكيد لمشاعره وكأنه انت عم تختمله انا فهمان مشاعرك محتاج انه حدا يحس متل ما هو حاسس شو يالي بيتغير لما نحنا نتعلم نسمع باحساس مش بحساسية نتعلم نسمع لحتى نسمع قصة الشخص اللي عم يحكي مش لحتى نخبر احساسنا نحنا لما الزوجة بتسمع لزوجة حتى تفهمه او الزوج بيسمع لزوجته حتى يدخل على قلبه او لما الأهل بيتعلموا كيف لازم يسمعوا ولادهم حتى يقدروا يحضنوا ولادهم لما منسمع اول شي منكون تأكدنا انه فهمنا افكار ومشاعر وهموم الاشخاص يلي بحياتنا الاشخاص يلي منحبوه تاني شي منصير نقدر نلب احتياجاتهم العاطفية والنفسية بشكل صحيح لما منسمع بشكل صحيح كمان لما منسمع نقدر نتخلص من سوق الفهم يلي بيصير بيناتنا وبيصير الشفاء من المشاكل يلي بتصير بيناتنا سريع لما منسمع كمان منكون عم نفتح الطريق الصحيح حتى نوصل لحل او حلول بترضينا وبترضي الطرف الاخر وبتسهل حياتنا لما منسمع كمان لبعضنا باهتمام واحترام ومحبة منشعر انه عنا امان اذا فيه شخص عم يسمعني انا وحاسي انه محترم كل كلمة انا عم قولة محترم احساسي بشعر بالطمقنينة وبشعر انه فيه افتح قلبي وفيه احكي من دون اي خوف عن كل شي هيدا بيخلي العلاقة تصير حميمة بيخلي علاقاتنا تصير دافية وبيخلي المسافة بيناتنا اصغر نحس انه ما في شي بيفصلنا عن الشخص نحس انه فيه وحدة فيه ارتباط على القليل هو فهمان انا عن شو عم بحكي لما منسمع الاخرين بشكل عميق باهتمام الطريقة نفسية اللي منحب انه الاخرين يسمعونا هون منكسب حق انه نحنا كمان عنا حق نكون مسموعين بنفس الطريقة بنفس العمق بنفس الاهتمام بنفس التأكيد بنفس المصدعي اول شي محتاجين نحنا نتعلمه حتى نعطي ايمي نفسية وعاطفية للاشخاص يلي عم نسمعون تيحسوا انه عواطفهم وحسيسهم الى ايمي لازم نسمعوهم باحترام ما فيني اقول يعني اكتر من مرة او ما فيني اشرح ادي اهمية انه نحنا نسمع الاشخاص يلي عم يحكونا باحترام هاي دي مش زوجتك يلي بس لازم تسمعك لكن انسانة عندما خوفها مشاعرها رغباتها عندهمومة عند احزانة انت ما فيك تقرر كيف لازم هي تشعر او شو لازم تحس لكن فيك تتعلم كيف هي عم بتحس لما انت تسمعها باحترام لما بتحترم مشاعر زوجتك هي رح تحترم مشاعرك لما بنسمع باحترام للشخص يلي عم يحكينا سواء كان الزوجي او الابن يلي عمره عشر سنين لما بنسمعه باحترام او الجارة يلي نحنا صنفناها انه ما بتعرف شي من الحياة وازا حكت مش عارفة حالة شو عم تحكي هيدا الجارة عنده احسيس هيدا الطفل يلي عمره عشر سنين عنده مشاعر هيدا الجارة عنده احساس وعنده قصة ابنك عنده قصة بتخصه وحده لما بنسمعهم باحترام لما حدا بيسمعنا نحنا باحترام اول شي منشعر بالانتماء نشعر انه نحنا مش وحيدين مش معزولين نشعر انه نحنا محترمين وقلنا ايمي قلنا ايمي بشخصنا بحياتنا لما دغري منبلش نلقي محاضرات على الشخص يلي جايش كيهمه عمول ما تعملش فكر ما تفكرش غلط صح روح من هون ما تجيش من هون لا ما تعمل بهذه الطريقة وقعد تفكر بهذه الطريقة منكون قطعنا الطريق بيننا وبينه وما رح نعرف ابدا شو في بحياته ولا رح يقدر يوسق فينا وهيدا الشي نحنا دايما دايما بنعمله مع ولادنا لما الولد بيجي يعبر عن اي شعور بيزعجوا او عن اي شي بخوف وهيدا شي دغري بيصير عنا نحنا ازعاج وخوف وبيخلينا نفكر انه مشاعر ولادنا شي قميص وصخ شي بلوزي وصخة لازم نحنا نشلحون اياها ونلبسهم شي نضيف لازم نشيل كل المشاعر تبعولهم كيف منشلحهم طيابهم ونلبسهم شي افضل ما حدا بيقدر يخلع عنا مشاعرنا ما حدا بيقدر فينا نسمع لبعضنا فينا نسمع احاسيس بعضنا فينا نحاول نفهم فينا نسأل الكتاب المقدس بيعلمنا شغلي كتير كتير مهمي عن الكلام وعن اللغة فان كنت لا اعرف قوة اللغة اكون عند المتكلم اعجميا والمتكلم اعجميا عندي اذا ما عم بعرف شو عم بحكي اذا ما عم بعرف قوة الكلمة اللي انا عم بحكيها اذا ما عم بعرف تأثير الكلمة على الشخص يلي أنا عم بحكيه إذا ما عم بعرف قديش فيه الكلمة يلي أنا عم بستخدمها من أبعاد إذا كان المكان هيدا مناسب لأنا أستخدم الكلمة أو لا حتى تعمل عملها كون أنا غريبة عند الشخص يلي عم بحكيه والشخص يلي عم يسمعني غريب عني تأكيد العاطفي أو المسادقة على مشاعر الآخر يعني أنا لازم إجي من دون أجندة ما عندي موال براسي ما عندي أفكار براسي من دون توقعات خيالية أو حتى توقعات أنا فكرة واقعية ومنطقية من دون أي تخمينات لما بيجي لإسمع شخص لحتى لي أكد عاطفيا أنه عواطفه إلى إيمي وأحسيسه إلى إيمي لازم إسمع الشخص من دون ما يكون في براسي أنا عاجنك وخابزك أنت واحد كذاب واحد مش عارف راسك من إجريك كل هالإشي عم تدور براسنا وأنا عامل حالي أنه عم بسمع شخصي اللي عم يحكيني معناته أنا عم بسمع ولكن مصمم من جوه أنه ما رح سدق ولا كلمة رح تقلي إيها لأنه أصلا أنا ما بحترمك أصلا أنا مش مصدقك أصلا أنت أفكارك ما بتعنيلي إذا مش قادرين نتعامل مع الأشخاص بطواضع إذا ما عنا محبة حقيقية لكن عم نتظاهر بالاهتمام ما رح نقدر نعطيهم مجال أنه يحكوا قصتهم ويعبروا عن أحسيسهم ويشعروا أنه أحسيسهم إلى إيمي المصادقة العاطفية كمان أو التأكيد العاطفي للشخصي اللي قدامنا تعني أول شي أنه أنا عم باعترف بمشاعره لكن إحنا يلي منحاول نعمله كل الوقت هو أنه نفرج الآخرين أنه مشاعرهم غلط أحسيسهم غلط أفكارهم غلط مثل ما قلت لما نحنا منعترف بمشاعر الناس لما أنا باعترف لزوجي أنا شعر بحزنك لما باعترف لزوجتي أنا شاعر بتعبك أنا حاسس باللي أنت حاسة فيه أنا حاسس أنك أنت خايفي مش معناته أنه أنا بقبل سبب الخوف أو برفض سبب الخوف أو باعتبر واقعي أو مش واقعي وجهة نظرنا بهيدا المحل مش هي المهم المهم وجهة نظرهم هني لحتى نحنا نقدر نفهم حالتنا العاطفية لحتى نقدر نحس بتعبهم لحتى نقدر نصادق على خوفهم على غضبهم من دون ما نحكم عليهم أو ندينهم لأنه الشخص لما نحنا منحاول نلغي أحاسيسه منكون أصدرنا حكم منكون أصدرنا دينوني بحقه كأنه مجرم أحاسيسه غلط الكتاب المقدس برسالة الأولى لأهل كورانثلس إصحاح 13 والعدد أربع وخمسة بيعلمنا المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسب المحبة لا تتفاخل المحبة لا تنتفخ المحبة لا تقبح المحبة لا تطلب مال نفسها المحبة لا تحتد المحبة لا تظن السوق ثمان أشياء فيي أعملونه أنا عم بسمع الشخص يلي ما لقبالي بدون ما قاله أنا بحبك إذا عملت هؤذي الأشياء رح يعرف أداي أنا بحبه أداي أحاسيسه إلها إيمي فيه أربع خطوات فينا نعملها حتى نخلي الأشخاص بحياتنا يحسوا إنه همومهم ومشاكلهم تعنينا بصدق وهيدي الخطوات بتخلي كل واحد مننا يحس إنه أحساسنا إلو إيمي وإنه حالتنا النفسية شرعية وإنه فيه حدا مصدقنا أول خطوة فينا نعملها إنه نخلي الأشخاص يحكوا قصتهم ابنك جاي كئيب خلي يحكي بنتك جاي غضباني خليها تحكي حتى لو أنت السبب زوجتك محبطة خليها تحكي حتى لو كانوا عم يحكوا من وجهة نظارهم هني يلي أنت شايفها غلط لكن هايدي قصتهم مش قصتك أنت خليهم يحكوا عطيهم فرصة يحكوا كل شي بقلبهم بشكل كامل حتى يخلصوا حتى تسمع الحقيقة على الأقل من وجهة نظارهم كيف هني شايفين الأمور من دون ما ندبر بعيوننا أشخاص بيكونوا عم يسمعوا أو من دون ما نهز برأسنا مرات ما كنا عم نسمع كأنك عم تقول له رجلس يا معكها نعم مصغرة قلب الفهيم يطلب معرفة وفم الجهال يرعى حماقة بيعلمنا سفر الأمثال كل واحد مننا بيحس بطريقة بتخصه وحده لأنه عنده ماضي بيخصه وحده نحنا ما منعرف ماضي ما منعرف تجاربه ما منعرف شو عانا كل شخص عنده جروحه الخاصية اللي بتخليه يتفاعل ويحس بطريقة معينة غير عن جروحنا نحنا وكل واحد الأمور بتصيبه بطريقة مختلفة تاني خطوة وهيدي فينا كلنا نتعلمها لسيما مع ولادنا إذا عم يعبروا عن شي زعجن أو متعبن خلينا نرجع نكرر الشي اللي قالوا لنا إياه بابا أنا شاعر اليوم أنه أنا كئيب كأنه الدني كله مسكرة بوجي لاش حاسس بهذه الطريقة شو بيك مش شايف ابن الجيران ما أحلى لاش شو غيرك أحلى منك لاش غيرك كيف عايش حياته فيك تقول له انت حاسس أنه حزين حاسس حالك كئيب حاسس الدنيا مسكرة بوجك وكأنه فعلا نحنا صدى مشاعر نكرر نفس الأشياء يلي قالوا لنا إياها قلت لي تعبان كتير حاسس حالك أنه كرامتك مجروحة خايف كتير شاعر بالأحباط أنا يا ابني بقدر شعورك فيي أفهمك فيي تخيل كيف أنت حاسس هيدا تصديق على أنه إله حق يشعر بالشيء يلي هو شاعر فيه بيقلك أنا تعبان بتقوله حاجة كمسكر هالدني بوجك كون قوي تعلم تكون مثل فلان بهيدا اللحظة مش مطلوب أنه نحنا نحلل نفسية أطفالنا أولادنا أو المراهقين ولا نعطيهم الحلول ولا حتى نغير لهم حياتهم بهيدا اللحظة بهيدا اللحظة اللي عم يعبروا تعبون عن تعبون نحنا صادى لمشاعرون حتى يعرفوا أنه نحنا سمعناهن فهمناهن وقبلنا أنه أحسيسهم صادقة معظمنا ومن أنه يكون إنسان ومن أنه يكون إنسان لما أنت صرت فوق الطبيعة كلمة الله بتعلمنا ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد ليكن كلامكم كل حين نحنا عم نعلم الآخرين نحنا عم نعزيهم نحنا عم نسمعهم نحنا عم نسمعهم حتى لما بدنا نقدب أولادنا كل وقت كل حين كلامنا لازم يكون فيه نعمة الإنسان لازم يشعر بالمحبة وبقيمته وأهمية مشاعره بكل وقت الخطوة الثالثة والخطوة الرابعة يلي فينا نعملهم لحتى لنساعد الأشخاص لحتى يوسقوا فينا يفتح قلوبهم حتى علاقاتنا تصير أفضل حتى نخفف من المشاكل يلي بتنفجر وبتدمر بيوتنا وحياتنا رح سميهم بشكل سريع ولكن ما رح أحكي عنهم بالتفصيل اتركن لحلقة تاني لأن الوقت دهمنا فينا نخلي الشخص يحس أنه فعلا نحنا بيعنينا نسمعه لما منسأله لما منبلش نسأله عن معاناته وعن تعب والأسئلية اللي بتخليه يحكي مش الأسئلية اللي بتخلينا بتخليه يفكر أنه نحنا عم نعمل استخبارات عم نعمل تحقيق معه والخطوة الأخيرة هي كيف نخلي الشخص يشعر فعلا أنه نحنا واقفين محله دمعته بتخلينا فعلا بدنا نبكي وحزنه بيخلينا نحس أنه هيدا الحزن بقلبنا وهيدا الشي بيأصر المسافات بيننا هؤل الخطوطين رح أحكيون بالحلقة يلي جاي إذا كانت حلقة اليوم لما ستقلوبكن بتمنى أسمع منكن على بلا comments اك بلا قيود دات كام سلام الرابيكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة